السلام عليكم طلاب الأعزاء كيف حالكم هل أنتم بخير أتمنى أن تكونوا دائما بخير اليوم سوف نتعلم درس جديد بعنوان أقسام الكلام أقسام الكلام تقسم الكلمة إلى ثلاث أقسام والتي هي اسم فعل وحرف إذن سوف نتحدث ماذا يعني اسم وماذا يعني فعل وماذا يعني حرف إذن بداية طلاب الأعزاء سوف أقوم بإعطاء مثال ونقوم بتطبيق هذه أقسام الكلمة على هذا المثال لننظر إلى هذا المثال الذي هو معنا لدينا هذا المثال تلعب إيمان في الحقل إذن الجملة التي معنا لهذا اليوم هي كلمة تلعب إيمان في الحقل سوف نأخذ هذه الجملة ونقوم بتحليلها وفقا لهذا الدرس لدينا كلمة تلعب لنأخذ الكلمة الأولى تلعب تلعب تدل على العمل الذي تقوم به إيمان وهو اللعب إذن تلعب يدل على عمل تقوم به إيمان إذن هنا نوع كلمة تلعب هي ماذا هي فعل لنأخذ الكلمة الثانية والتي هي إيمان ونقوم بتحليلها إيمان هو تدل على اسم الطفل الذي تلعب إذن إيمان هنا هو يدل على اسم الطفل الذي تلعب الآن إذن إيمان هي نوعها اسم ما نوعها نوعها اسم لنأخذ الكلمة الثالثة والتي هي في حرف في في هو حرف ربط بين هذه الكلمات إذن ما نوع في هنا نوعها حرف لنأخذ الكلمة الأخيرة التي معنا والتي هي الحقلي الحقلي هنا هي كلمة تدل على اسم المكان الذي لعبت فيه إيمان إذن دلت على اسم مكان إذن ما نوع كلمة حقلي نوعها اسم أيضا إذن سنتحدثوا ماذا يعني اسم الاسم هو كل كلمة تدل على تدل على ماذا تدل على الإنسان اسم إنسان مثل رجل علاء محمد علي سلوة إذن يدل على اسم إنسان وأيضا يدل على شيء آخر والذي هو الجماد مثل مصباح طاولة كرسي جدار وأيضا يدل على شيء آخر والذي هو اسم حيوان مثل قطة أسد أرنب أسماء الحيوانات كلها تعتبر اسم إذن وأيضا يدل على شيء آخر والذي هو النبات إذن أسماء النبات أيضا يعتبر هذا اسم مثل وردة موز خس خيار عنب زهرة نخلة شجرة كل هذه تعتبر اسماء إذن كيف نعرف أن هذه الكلمة هي اسم اليوم سأخبركم ببعض الدلالات التي تأتي مع الاسم عندما تجدوا هذه الدلالات أعرف أن هذه الكلمة التي معكم هي اسم إذن لنبدأ ما هي الدلالات أولا التنوين عندما نشاهد تنوين الضم أو الفتح أو الكسر أعرف أن هذه الكلمة هي اسم إذن لا يدخل إلا على الاسم التنوين الضم وتنوين الفتح وتنوين النصبي لا يدخل إلا على الاسم إذن كل كلمة منتهية بتنوين يكون نوعها اسم عندما تجدوا التنوين أعرف أن هذه الكلمة اسم وأيضا لدينا شيء آخر وهو أل التعريف أل التعريف كنا قد أخذناها في الصاف وهي الأل التي تدخل على الاسم النكرة ليصبح معرفة إذن عندما تنظر إلى الكلمة وتشاهد في هذه الكلمة يوجد أل التعريف فعرف أن هذه الكلمة هي اسم أعرف أن نوع هذه الكلمة هي اسم وأيضا حروف الجر عندما تجد حروف الجر مثل من إلى عن على في با كافلام إذن أعرف أن الكلمة التي بعدها هي اسم سوف نتحدث عن حروف الجر بدرسة منفصل إن شاء الله لكن أعرف بشكل سريع أن عندما تجدوا حروف الجر قبل الكلمة أعرف أن الكلمة التي بعدها سوف تكون اسم الآن نتطرق حول الفعل الفعل ما هو؟ هو عمل مرتبط بزمن إذن الفعل هو عمل يرتبط بزمن معين للفعل عدة أقسام ثلاث أقسام للفعل سوف نتحدث عنها أيضا بشكل سريع وفي الدروس القادمة إن شاء الله سوف أتحدث عن كل نوع منهما بشكل منفصل إن شاء الله إذن لنبدأ بالآن بالفعل الماضي هو فعل حدث وانتهى انظر إلى هذه الصورة المنظر احترق وانتهى احترق إذن كلمة احترق هي فعل ماضي فعل حدث وانتهى وأيضا لدينا فعل الفعل المضارع الفعل المضارع أنظر إلى هذا الرجل يأكل إنه يأكل الآن إذن كلمة يأكل هنا هي فعل مضارع إذن الفعل له قسمين لحد الآن وهو الفعل الماضي والفعل المضارع وله أيضا قسم ثالث والذي هو فعل أمر انظر إلى هذه الصورة هو الضابط يقول للرجل هنا سر إذن كلمة سر هو هنا ويأمره إذن هنا فعل وأمر كلمة سر فعل أمر إذن الفعل له ثلاث أقسام ماضي ومضارع وأمر إذن الآن نتعرف عن الحرف الحرف ماذا يعني الحرف؟ هي كلمة تربط إجزاء الكلام تربطها ببعضها البعض إذن الحرف مثل عن حروف الجر لام كاف باء في علا عن إلى من وحروف النصب لأن أتحدث عنهم بالتفصيل سوف نتحدث عنهم بالتفصيل في الدروس المقبلة إن شاء الله وحروف العطف إذن طلاب الأعزاء لدينا هذه الجملة والتي هي محمد يقرأ في المكتبة أريد أن تقوموا بتطبيق ما تعلمناه اليوم أن تأخذوا كل كلمة من هذه الجملة وتقوم بتعريفها وتحديد نوعها أهي اسم أم فعل أم حرف وفقا لما تعلمناه في هذا الدرس إلى هنا وينتهي درسنا لهذا اليوم طلاب الأعزاء أتمنى أن تكونوا قد فهمتم الدرس لهذا اليوم ألقاكم عن قريب إن شاء الله ودمتم في أمان الله وحفظه إلى اللقاء